الكنيسة بتعرف حبائي الكنيسة هي فعلا المجد والنور اللي بكون على الأرض والعالم بشوف الكنيسة وبتعرفوا الكنيسة لها دور كتير كتير مهم الدور الأساسي للكنيسة هو الشهادة والكرازة وأن الكنيسة تنتشر مش لأنه أنا جاي من عيلة مسحية هذا شيء حسن ولا لأنه بخلف لي عشر أولاد هذولا صاروا عشرة مسحيين يمكن الديانات التانية بتعمل العدد لكن أحبائي الكنيسة بتنتشر عن طريق الكرازة والشهادة وفعلا هو هذا أسرع انتشار لما الكنيسة بتشهد ولما الكنيسة بتكرز تصوروا معي تخيل كل اللي بشاهدونا إذا كنتوا مؤمنين إذا أنت صممت تربح نفس واحدة من هون لآخر السنة تخيل شو الوضع بيكون في العالم نحن نتكلم على ملايين اللي بشفونا عبر القنوات فتخيل أنه أنت تربح نفس واحدة للرب أخ أحبة أنا خاف أنه إحنا مجرمين في حق الرب وخلاص يعني إحنا استسلمنا للوضع الراهن بتذكر تعرفوا لما صرت مؤمن بالمسيح يسوع بلحظة إيمان طلعت بره بلشت أشهد وأتكلم عن يسوع المسيح تعرف مين كان حزب المعارضة خدام وناس يقولوا لك هديها يا نظار كنت عامل مثل البلدوزر اللي أخليش حد اللي أحكي له عن يسوع المسيح اللي كان يحاولي يمنعوني ناس حواليه تخيل خليك حكيم ما انتعارف الوضع وبلاش مشاكل وخلينا ومين قال إنه إحنا لازم ما نموتش من أجل المسيح ومين قال إنه إحنا لازم تكون حياتنا 100% عشان نقول إنه إحنا مسحية سليمة مين قال إيك؟ عم نعلم عن مسحية غلط أحبائه إحنا محتاجين نراجع حساباتنا في هذا الموضوع دور الكنيسة هي الكرازة وآخر وصي الرب يسوع قال اذهبوا واكرزوا بالإنجيل اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم تنالون قوة متحل الروح القرس وتكونون لي شهود هاي كلمات المسيح الأخيري كلمات بولوس الرسول الأخيري لتمثاوس اكرز بالكلمة أعكف على ذلك في وقت مناسب وغير مناسب انتهر عذ بكل أنات وتعليم لأنه سيأتي وقت لا يحتملون فيه التعليم الصحيح بل حسب شهواتم الخاصة يجمعون لهم معلمين مستحكة مسامعهم فيصرفون مسامعهم عن الحق وينحرفون إلى الخرافات أما أنت فصحوا في كل شيء احتمل المشقات اعمل عمل المبشر تمم خدمتك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر